موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت بكتيريا تنهش لحم الإنسان في أستراليا حير ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعرضون لهجوم بكتيريا تنهش لحم الإنسان السلطات الصحية في أستراليا وذكرت وزارة الصحة في ولاية فيكتوريا أن حالات الإصابة بالمرض البكتيري الذي يسبب قرحة جلدية تعرف باسم قرحة بورولي زادت بنسبة 50% منذ العام الماضي إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت أمازون تطور نظارات ذكية تستجيب للأوامر الصوتية تعمل شركة أمازون على تطوير أول جهاز قابل للارتداء تابع لها وهو عبارة عن نظارات ذكية حيث تم تصميمها كنظارات عادية تماما إلى أنها ستدعم مساعد أليكسا التابع للشركة وذلك لتلبية طلبات المستخدمين في أي وقت حيث يمكن للمستخدم التحدث لأليكسا في أي وقت ومكان صحيفة الخليج عنوانت اكتب رسالتك دون لمس لوحة المفاتيح في عام 2020 ابتكرت شركة أمريكية تقنية لقراءة الأفكار وكتابة الرسائل دون لمس لوحة المفاتيح يمكن أن تصبح متاحة بحلول عام 2020 وابتعدت الشركة المصممة عن فكرة الأسلاك في التصميم وتستخدم جهازا يسمى الذراع الكهربائية لمراقبة عضلات اليد وهذا يعني أنه يمكن الكتابة دون لمس لوحة المفاتيح إلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت نصف ساعة رياضة تقي من أمراض القلب خلصت دراسة جديدة أن من يمارسون تمارين لمدة 30 دقيقة لمدة 5 أيام في الأسبوع يتمتعون بالصحة ويتفادون إصابتهم بأمراض القلب حتى إن لم يتسنى لهم الذهاب لإصالة الألعاب الرياضية وخلصت الدراسة إلى أن النشاط الجسماني يحد من الأمراض وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت زر جديد يدمج واتساب مع تطبيق فيسبوك تخطط فيسبوك لإدخال زر جديد خاص بواتساب داخل تطبيقها على هواتف أندرويد في محاولة لربط الخدمتين معا وسيعمل الخيار الجديد بمثابة شورتكات ما يتيح ميزة فتح تطبيق واتساب دون مغادرة فيسبوك شكرا